في نشرتنا الآن نفتح نافذة اقتصادية وتفاصيل الأقبال الاقتصادية مع ميرنا إيهام تفضل ميرنا شكرا لكمان هواء الهام والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا تفقد اللواء خلد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة وخلال لقائه تجار السوق أكد محافظ القاهرة أن توجهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة مراقبة الأسعار وتوفير السلع لمواطنين بأسعار مناسبة وإنشاء أسواق جديدة للجملة بالقاهرة تتيح السلع بأسعار تنافسية من أسواق الجملة مباشرة مما يسهم في خفض الأسعار كما أكد محافظ القاهرة على تقديم كافة تيسرات لتجار السوق وطلبهم بالتنصيق مع تجار التجزئة للقضاء على ظاهرة المغالاة غير المبررة كميع السلع متوفرة والأسعار اللي داخل السوق الأسعار مناسبة جدا عشان كده يعني إحنا هنا يعني بنؤكد على تجار التجزئة اللي بيتعاملوا مع سوق العبور ومن خلال الأسعار المناسبة اللي إحنا بنائها في سوق العبور أو هو اللي بيتعامل معها داخل سوق الجملة إن هو تكون الأسعار خارج السوق مناسبة وفي متناول المواطن العرض والطلب السلع الكويسة هي اللي يمكن بتستمر والسلع الرضيئة بتضطرد من السوق والأسعار حسب العرض والطلب نيجي للفاكهة بالتحديد الفاكهة متوفرة والحمد لله ما فيش حد بيشتكي برطان بلدي وسكري وبصرة من ثلاثة جنيه لخمسة جنيه يعني متوفر جداً ما عندناش مشكلة يمكن الحمد لله من فاكهة وفي عام الجوية جات السنة دي جميلة بخصوص الفاكهة كلها والحمد لله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى هل عندنا في متوفر الأيام دي البولتي والبوري والمكارونة والجنباري والصبيت يعني أغلب الأسماكة متوفرة اللي منده الأسردين بكاسرة الأيام دي أسعار مستقرة بالضبط كده والأسماك فيها ميزة حلوة كبروتين حياني هدك عندك كل الأسعار يعني عندك البولتي بسعر قليل فيك جنباري سعر اللي عايزة بيشتري اللي عايزة بيشتري في كل حاجة متواجد يعني متوازد ذكر بيان لمصرف لبنان أن البنك المركزي مدد قراراً يسمح للبنوك بشراء كميات غير محدودة من الدولار عبر منصة صيرفة حتى نهاية يناير المقبل وكان حكب مصرف لبنان المركزية رياض سلامة قد أعلن مؤخراً أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرا للدولار اعتباراً من الأول من فبراير ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد وأوضح أن مصرف لبنان المركزية سيكون لديه سعران فقط هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة صيرفة تابعة له والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرا مقابل الدولار يوم الأثنين الماضي شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تدولات ضعيفة حيث قللت المخاوف من الركود إقبال المستثمرين على المخاطر إلا أن الخسائر كانت محدودة بفضل ارتفاع أسعار النفط وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضاً بنسبة 3 من 10% لينهي سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات وأغلق المؤشر السعودية مستقراً دون تغير يذكر وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 3 من 10% وإلى أسواق البترول العالمية حيث لم تتغير أسعار النفط كثيراً اتتغى صحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية على مخاوف إذا ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستورد للنفط وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتا بنسبة 1 من 10% إلى 80.6 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بنسبة 1 من 10% إلى 76 دولاراً فاصل 27 سنتاً وارتفعت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 3.59 منمئة بالمئة لتصل إلى 3.59 دولار للترة وفي المقابل صعدت أسعار الغازي طبعية بنسبة 2.46 منمئة بالمئة لتسجل 5.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ذكرت صحيفة كوميرسانتا الروسية أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى 21 نسمبر الجهري مقارنة بالشهر السابق وذلك بعد أن دخل حضر فرضه للتحاد الأوروبي على النفط الروسي يحيز التنفيذ وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والملقولة بحراً بلغت في المجمل 560 ألف طن يومياً خلال الفترة المذكورة انتهت جولتنا الاقتضية العودة لكم مرة أخرى إلهام ونهارة شكراً مرنة على هذا العرض اشتركوا في القناة